تعالوا اخبرنا النادي الاهلي واخر استعداداته ان شاء الله للنهائي يوم السبت امام طلاق الجيش النهاردة فريق خاد مرانو الاخير على ملعب استاد التتش في الجزيرة بعدها اعلن موسيماني المدير الفني لقائمة المباراة يعني توجه الفريق الاسكندرية ان شاء الله حيبات بكرة في اسكندرية حتى موعد مباراة طلاق الجيش القائمة اللي اختارها موسيماني ضمن احراسة المرمى محمد الشناوي علي لطفي ومصطفى شبير في الدفاع بدري بنون رامي ربيع ياسر ابراهيم محمود وحيد محمد هاني ايمن اشرف علي معلول وسط الملعب حمدي فتحي حسين الشحات عمر السلية محمد مجدي افشا ناصر ماهر اكرم توفيق جرالدو في الخط الهجوم محمود كهربا مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر طبعا اه ربنا يشف محمد كتاست ولا حاجة اه يعني رجوع محمد شريف كان مهم جدا طبعا يعني عادفين ان محمد شريف في الفترة الاخيرة كان عنده فيروس كورونا الحمد لله المسحة الاخيرة جاد سلبية ودخوله في المباراة ودخوله في القائمة اعتقد شيء جيد جدا اتكلمنا وطمنا عليه واحنا بنحتفل بالنهاية الافريقي نهاردة الفريق كله بيعمل مسحة الربط تاست بيستعد لمواجهة طلاق على الجيش المقرر لها يوم السبت اللي جاء زي ما حضراتكم شايفين هكون على ملعب أوستاد بورج العرب النهاردة اللعيبة والجهاز الفني زي ما شايفين بيجروا هذا التحليل تحليل الربط تاست قبل الصفر الاسكندرية عشان يدخلوا في معسكر مغلق لحين موعد المباراة فيه خبر سعي زي ما انت قلت كابتن هاني جميل النادي زي الأهلي النهاردة كابتن سيد عبد الحفيظ بيعلن سلبية المسحة الطبية اللي أجراها محمد هاني محمد شريف لعب فريقنا ولعاقت طبعا بعد تجربة يمكن نكحة ومميزة مع فريق أمبي عارفين ان محمد شريف كان مصاب بفيروس كورونا بعد طبعا معاه من رحلة منتخب مصر كان بيلاعب قدام توجه في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية اللي جاية في الكاميران عشرين اتنين وعشرين وكان تقلق زي ما احنا شفنا في المباراة وسجل هدف ولا أروع زي ما بتقوله فكل التوفيق ليه ومنتمنى انه أي مصاب بهذا الفيروس أو أي مرض آخر ربنا يتمم شفاعة لخير